الوجود الأمريكي في العراق منذ عام 2003 مرتبط بفوضى البلاد وتمدد الميليشيات الموالية لإيران التي استفادت من الدعم الأمريكي لها في محاربة تنظيم داعش وأخذت ضوءا أخضر من إدارة أوباما في التسليح والتدريب والتمول المالي تحت إشراف إيراني مباشر نفس هذا الوجود الأمريكي أصبح موضع نقاش وجدل بين زعماء الميليشيات الذين يضغطون على الحكومة من أجل الإسراء في جدولة الانسحاب الأمريكي بينما تماطل الحكومة في تحقيق ذلك حسب الدعاء الميليشيات ويظهر من الهجمات المتصاعدة التي تقوم بها أذرع إيران ضد البعثات الدبلوماسية ومواقع التحالف الدولي أن مسألة الوجود الأمريكي في العراق لا تتعلق بالموقف الحكومي المحلي وإنما مرتبطة بالتطورات بين واشنطن وطهران ورغبة الأخيرة في استثمار حراك ميليشياتها بما يخدم تحسين شروط تفاوضها في الملف النووي وكذلك إعادة تقاسم المصالح في العراق مع أمريكا الانسحاب الأمريكي الكامل يجد معارضة من حكومة الكاظمي التي تتذرع بحاجة القوات الحكومية إلى الدعم والتدريب والإشراف الأمريكي تحسبا لظهور جديد لتنظيم داعش لذلك لا يزال الجدل دائرا حول العدد الواجب بقاؤه من الجنود الأمريكيين في العراق ولعل قضية الانسحاب الأمريكي الكامل تعود لعدة سنوات أيام حكومة العبادي عندما يناقش البرلمان في كل مرة جدولة الانسحاب الأمريكي لكن دون نتائج ملموسة على الأرض كما أن ضغط الميليشيات لتحقيق هذا الهدف لا يرقى إلى هجمات مؤثرة على الوجود الأمريكي ومهما حصل يبقى الواقع الملموس يؤكد أن التدخلات الأمريكية في المنطقة كلها تكلل بتعزيز النفوذ الإيراني وهذا الأمر وصفته مجلة فورين أفر عندما ذكرت أن الالتزامات العسكرية الأمريكية غير الحاسمة تفتح المجال للأطراف الإقليمية للتمدد وبسط نفوذها